موسيقى الخامسة من الميادين وتتابعون فيها موسيقى دول حلف شمال الأطلسي تعتبر في ختام قمتها روسيا تهديد المباشرة والأكثر أهمية لأمنها موسيقى قمة لقادة الدول المطلة على بحر قزوين في تركمانستان اليوم ولافروف يعلن اتفاقها على تعزيز التعاون العسكري الخارجية الإيرانية تؤكد استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن في الدوحة وتقول إنها تجري في أجواء جادة واحترافية الله أكبر الفلسطينيون يشيعون شهيد جنين ويدعون إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال ويتصدون لاعتداءاته في مدن الضفة رأى قادة حلف شمال الأطلسي أن روسيا هي التهديد الأكثر أهمية ومباشرة لأمن دول الحلف وأن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا مناقض لقيامه ومصالحه بيان قمة النيتو في مدريد أعلن أن الحلف يعتزم نشر تعزيزات مؤلفة من قوات متأهبة للقتال على حدوده الشرقية بالتوازي مع الموافقة على دعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام إلى الحلف بعدما أبرمت تركيا اتفاقا مع الدولتين الإسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتين إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في أوروبا كي يتمكن الحلف من الرد على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كل المجالات برا وجوا وبحرا وأكد بايدن في كلمة له قبل استئناف أعمال قمة مدريد أنه سيجري تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في اعتقادي أصدرنا بيانات وبعثنا برسائل عديدة وكذلك الأمين العام للنيتو بأن الحلف قوي وموحد واليوم أعلنوا أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكرية في أوروبا للرد على التهديدات ولتقوية أمننا الجماعي من جهته وعلى هامش أعمال القمة أكد المستشار الألمني أولاف شولتس دعم أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج إليها انتهكت روسيا سيارة أوكرانيا وسلامتها بحربها العدوانية والوحشية من الصواب أن تقدم الدول التي تجتمع هنا وكذلك العديد من الدول الأخرى مساهماتها حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بالوسائل المالية وبالمساعدات الإنسانية ومن خلال توفير الأسلحة التي تحتاجها على نحو عاجل أيضا والرسالة هي أننا سنواصل ذلك بقدر ما هو ضروري حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وعلى هامش أعمال القمة وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف النيتو وفي بيان مشترك اتفقت الدول الثلاث على الدعم المتبادل في مكافحة الإرهاب كما نص التفاهم على رفض ستوك هولم وهلسينكي مشاريع وطموحات التنظيمات التي تعدها أنقر إرهابية ولا سيما حزب العمال الكردستاني وعلى عدم تقديم الدعم إليها ومنع أنشطتها أجرينا مناقشات مستفيدة وبعد نحو أربع ساعات تمكننا من الاتفاق حتى لو كان علينا التوصل إلى تسوية سنعتمد القانون الفنلندي ليس لدينا أي حاجة إلى إجراء تغييرات بسبب هذه الاتفاقية يمكننا اتباع ما نقوم به حاليا فيما يتعلق بالترحيل وبمثل هذه الأسئلة لقد كان ذلك الاتفاق ضروريا للغاية في المقابل انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف خطة انضمام فنلندا والسويد إلى النيتو ريابكوف أكد أن موقف روسيا سلبي تجاه هذا الأمر مشيرا إلى أن بلاده ترى أن توسع حلف شمال الأطلسي عامل مزعزع للاستقرار على الصعيد الدولي وأضاف المسؤول الروسي أن توسع النيتو أو انضمام دول جديدة إلى الحلف لن يزيد الأمن سواء لتلك الدول أو لحلف شمال الأطلسي إلى ذلك حثت الصين حلف شمال الأطلسي على عدم استخدام الصراع في أوكرانيا لتأجيج حرب باردة جديدة مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نحث حلف النيتو على تعلم الدروس وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا ذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة تدخلت مجموعة الدول السبع بنحو صارخ في شؤون الداخلية للصين اعتداءات وتشويه سمعة وتحريض على المواجهة يوضح هذا تماما أن مجموعة الدول السبع لا تعتزم إجراء حوار وتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل بل إنها بدلا من ذلك تحافظ على عقلية الحرب الباردة وتلتزم بالتحيز الأديولوجي ميدانيا أفدت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تولى تصفية ما يقرب من مائة مسلح من كتيبة كاراكين بمنطقة خاركيف وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة وهزم الكتيبة بالكامل إضافة إلى إسقاط عدد من المقاتلات الحربية والمروحيات قواتنا قامت بتصفية نحو مائة مسلح من كتيبة كاراكين في منطقة خاركيف وكبدت اللواء العاشر الأوكرانية خسائر فادحة وهزمت الكتيبة مائة وثمانية بالكامل كما تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميج 29 ومقاتلتين من طراز سو 25 في خاركيف ومروحية في منطقة نيكولاييف ودمرت القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة قاعدة لإصلاح معدات القوات المسلحة الأوكرانية وثمانية مستودعات ذخيرة وأسلحة ومخزن وقود أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تدعم تعميق العلاقات بين دول بحر قزوين الخمس في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية بوتين وخلال كلمة له أمام قمة بحر قزوين في عشق آباد دعا إلى التفكير في عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية طهران من أجل إنقاذ النظام البيئي البحري في بحر قزوين إلى فلسطين المحتلة حيث شيع الفلسطينيون الشهيد محمد ماهر مرعي الذي ارتقى فجر اليوم متأثرا بجراح أصيب بها قلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي للمدينة وقالت مصادر محلية أن الشهيد فارق الحياة في المستشفى الحكومي في جينين بعد محاولات طبية حثيثة لإنعاشه ومعالجته باءت بالفشل لخطورة إصابته برصاصة في صدره وقد نعت الكثير من فصائل المقاومة الشهيد وأكدت الاستمرار في تصعيد المقاومة وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الكثير من مدن الضفة شملت ثلاثة عشر فلسطينيين من بينهم طلاب وأسرى محررون وآخر حملات الدهم طالت بلدة سلوات شرق رامالة حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ضد شبان وفتيان فلسطينيين أمام أهاليهم الذين شجعوهم على الصمد وفي غزة فجرت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم قارب صيد فلسطينيا في عرض بحر مدينة رفح جنوبية قطاع غزة وأحرقته بالكامل منصق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر أظهر أن النيران ظلت مشتعلة لساعات في القارب المستهدف من دون معرفة مصير الصيادين الذين كانوا على متنه في ملف الأسرى حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من الخطورة الحقيقية على حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهم وحذر من أن عشرات الأسرى المرضى قد يكون مصيرهم الوفاة داخل السجون ما لم يفرج عنهم أو تقدم إليهم رعاية طبية حقيقية مشيرا إلى أن عدد الأسرى المصابين بأمراض مزمنة وصعبة يبلغ 160 واصفا إياهم بالشهداء مع وقف التنفيذ إذ يتعرضون للموت البطيء بسبب سياسات الإهمال الطبي الممنهج التي تتبعها سلطات الاحتلال وبحسب الأشقر يزيد عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال على 700 لا تقدم إليهم أساسيات الرعاية الطبية إلى ذلك أكدت حركة حماس أن سلطات الاحتلال لا تتعامل بجدية مع ملف صفقة تبادل الأسرى وأنها تتعامل بازدواجية وعنصرية مع أسراها لدى القسام وأكد المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع قدرة المقاومة على إجبار الاحتلال على الرضوخ لشروطها ورفع استحقاقات أي صفقة مقبلة جاء ذلك بعدما أكدت مصادر خاصة للميادين أن حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لتنفيذ صفقة تبادل إنسانية عاجلة للأسرى من خلال إطلاق الأسير في جيش الاحتلال الإسرائيلي هشام السيد مقابل الأسرى المرضى في سجون الاحتلال من جهتها تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن أن حركة حماس وافقت بنحو مبدئي على دخول شخصية مدنية إسرائيلية إلى قطاع غزة من دون أن يؤكد ذلك أي مصدر آخر الصحفي الإسرائيلي روعي كايس معلق الشؤون العربية في قناة كان كان قد غرد قائلا إن هذه الخطوة هدفها بدء اتصالات لصفقة تبادل أسرى ومفقودين ولا سيما بعد إعطاء حماس ضمانة شفهية ليؤال مارشك العضو في الحركة الكيبوتسية تضمن فيها سلامته خلال وجوده في القطاع بحسب تغريدة كايس وكان الفيديو الذي بثته حركة حماس عن أحد الأسرى الإسرائيليين قد أعاد قضية الأسرى والمعتقلين إلى الواجهة أو واجهة الاهتمام في إسرائيل وآثار سجالا واسعا بشأن رسائل حركة حماس من بث الفيديو في هذا التوقيت بالذات تقرير هاني فحص بقوة ترددت أصداء الفيديو الذي بثته حركة حماس الثلاثاء ويظهر فيه الأسير في الجيش الإسرائيلي لدى الحركة هشام السيد في حالة صحية سيئة الفيديو أثر ردود فعل سياسية وأعلامية سريعة وواسعة وأعاد النقاش العام بشأن قضية الأسرى والمعتقلين إلى واجهة الاهتمام وتحديدا بشأن رسائل خطوة حركة حماس ودلالاتها في إسرائيل يأخذون بجدية الصور التي نشرتها حماس ويرون فيها ربما إشارة إلى دائقة بمعنى إشارة إلى أن وضع الأسير فعلا ليس جيدا وحماس تحاول أن توجد لنفسها بطاقة تأمين إذا حدث شيء لحياته في المقابل وضع أغلب المعالقين خطوة حركة حماس في سياق الحرب النفسية بهدف تحريك عجلة مفاوضات تبادل الأسرة بين الطرفين حماس تعلمت جيدا وتعرف كيف تتصرف على مستوى الوعي وهذا جزء من الحرب النفسية للضغط على أصحاب القرار في إسرائيل معلقون رأوا أن فك هذا اللغز لن يحدث من دون العودة إلى الاقتراح الذي قدمته حركة حماس من على شاشة قناة الميادين معركة عقول تجري بين إسرائيل وحماس والأخيرة بعثت باقتراح عبر قناة الميادين لإبرام صفقة سريعة النشر في قناة الميادين مهم جدا ويفسر في المشام السيد وفيما دعا مراقبون وخبراء إلى التعامل بجدية مع رسائل حماس وإلى تحريك عملية التفاوض قبل فوات الأوان أشار آخرون إلى أن ما تحاول حماس فعله بوضوح هو إعادة قضية الأسرة إلى صدارة الاهتمامين السياسي والإعلامي والإشارة إلى رئيس الحكومة الانتقالية يئير لابيد بأن عليك الاهتمام بهذا الأمر خلال ولايتك القصيرة فاصل ونعود أهلا بكم من جديد أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن مفاوضات الاتفاق النووي الجارية في قطر لم تنتهي بعد وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه سيعقد لقاء عصر اليوم بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني ومبعوث الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا وأضاف أن الأطراف تطرقوا إلى المسائل البقية وتبادل المقترحات والأراء وقد جرت المشاورات في أجواء جادة ومحترفة وقال كنعانيان المحادثات منذ البداية كان مقررا أن تكون لمدة يومين إلى لبنان حيث قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إلى الرئيس ميشيل عون التشكيلة الحكومية الأولى على أن يدرسها عون ويعطي جوابه عنها ميقاتي بعد لقائه الرئيس ميشيل عون في مقر الرئاسة اللبنانية أعلن تسليمه رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة ولم يعطي ميقاتي أي تفاصيل عن التشكيلة الحكومية التي قدمها وسط أنباء ترددت عن أنه ينوي إما تقديم تشكيلة جديدة بالكامل من حيث الأسماء الوزارية أو تقديم تشكيلة تضم أسماء وزراء حاليين في حكومة تصريف الأعمال إلى جانب أسماء جديدة على ضوء الاستشارات النيابية التي قمت فيها بالأمس غير مرزمة ووجدت أن الخيارات ضيئة جدا وأن الوقت كمان مهم جدا على ضوء ذلك جوجلت الأفكار التي طرحت خلال الاستشارات وزرت فخامة الرئيس تشرفت بلقاء فخامة الرئيس هالصباح وسلمت التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة في هذه الظروف بالذات وحقيقة يعني تعلمون وأعلم كم الوقت هو مهم فطلبت فطلبة فخامة الرئيس أن يدرسها إلى ليبيا حيث وكدت مصادر للميادين توصل الأطراف الليبيين في جنيف إلى تفاهمات على أن يجري توقيع وثيقة اليوم ستفتح الباب أمام مسار جدي للوصول إلى الانتخابات المصدر الأممي أكد أنه سيجري عرض الوثيقة داخليا للموافقة عليها قبل تطبيقها وفي سياق متصل لنمح السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلند إلى إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد مشيرا إلى أن وجود آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد على الحكم لفترة مؤقتة إلى تونس حيث وجه قاضي التحقيق الأول في قضية اغتيال الشهدين شكر بلعيد ومحمد لبراهمي تهما إلى ثلاثة وثلاثين شخصا بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المحامية إيمان قزارة العضوة في هيئة الدفاع في قضية الشهدين بلعيد والابراهمي قالت إن القاضي وجه سبع عشرة تهمة إلى المتهمين الثلاثة والثلاثين أبرزها الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسل الأموال وكانت هيئة الدفاع قد أكدت سابقا منع سفر أربعة وثلاثين متهما في قضية الجهاز السري لحركة النهضة بينهم الغنوشي حزب العمل والإنجاز حزب جديد في تونس أمينه العام عبداللطيف المكي أحد قادة النهضة المستقلين ويعد الكشف عن الحزب الجديد بمنزلة إعلان عن تشض النهضة بعد استحالة تجاوز الخلافات الداخلية عماد اشتارة مدينة مقولة المحافظة هي بديل على مقولة الإسلام السياسي وفيه مراجعة عميك ليس امتدادا للنهضة ولا قطيعة معها بل الحياة السياسية تراكمات للتجارب بشيء من الترفع عن الخوض في الخلافات مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تحدث عبداللطيف المكي عن مراجعات في التأسيس لخوض تجربة سياسية جديدة مجموعة بشرية تحمل وطيار تبلور عبر مسيرة طويلة من نقد الحياة السياسية من المواقع التي كنا فيها سواء كان في المسائل الاجتماعية سواء في المسائل السياسية وإن تجمل الحزب بوجوه شابة يقر المكي بأن القادة الذين استقالوا معه من الحركة يدعمون الحزب الوليدة سواء بالمشاركة في مكتبه السياسي أم برعاية الفكرة بالإسناد والدعم هو مولود سياسي يصعب على المراقبين قراءته خارج حسابات تشضي النهضة من جرأي أزمة ديمقراطية التسير التي عاشتها الحركة عندما نرى وجوها مدنية ونقبية وسياسية من مختلف المشارب تؤثث هذا الحزب ساعتها سنصدق مسألة المراجعات لكن إذا كانت قواعد الحزب هي نفس القواعد المتأتية من مدرسة حركة النهضة سواء من الغاذبين أو الملتحقين الجدد أو المعجبين بعبدالطيف المكي كقيادي فإن ذلك لا يعني أنها تراكمات سياسية بل هي تتور وتشض جديد في جسم الحركة الإسلامية إلى معارضة مصاري الاستفتاء برمته يدعو الأمين العام لحزب العمل والإنجاز ليؤكد أن فكرة تأسيس الحزب تنبع أصلا من الرغبة في مواجهته ما وصفه بالانقلاب على الديمقراطية بعد تكرار الاستقالات المتعددة من حركة النهضة يأتي تأسيس حزب العمل والإنجاز بمثابة إعلان رسمي عن تشضي الحركة واستحالة تجاوز ما عصف بها من خلافات عيمة شتارة تونس الميادين أعلن تحالف أحزاب المعارضة الرئيسي في فنزولا استعداده لمعاودة عملية التفاوض الجدية فورا مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وذلك بعد لقاء التحالف وفدا أمريكيا يزور فنزولا لتنصيق الجهود للعودة إلى عملية التفاوض التي توقفت بعد انسحاب السلطة منها إثر تسليم أليكس صعب المقرب من مادورو والمتهم بغسيل الأموال إلى واشنطن ويرى مراقبون أن هذا التقارب الديبلوماسي هدفه إبعاد كاركاس عن موسكو وتخفيف العقوبات الأمريكية على النفط الفنزولي بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا أفلت الرئيس الإكوادوري جيرمو لاسو من الإقالة مع فشل البرلمان في جمع ما يكفي من الأصوات لإقالته بسبب سوء تعامله مع التظاهرات التي تشل البلاد منذ أسبوعين هذا وعلق الرئيس اليمني الحوار مع قادة سكان الأصليين الذين يقودون احتجاجات على غلاء المعيشة في البلاد مبررا قراره هذا بمقتل عسكري في هجوم الليلة السابقة لن نتفاوض مع الذين يحتجزون الإكوادور رهينة أو مع الذين يهجمون قواتنا الأمنية ويتلاعبون بصحة الإكوادوريين وبحياتهم لن نجلس مجددا للحوار مع ليوني داس إسا الذي لا يدافع إلا عن مصالحه السياسية لا عن مصالح قاعدته انتخيبت النائبة الفرنسية يائيل برون بفي رئيسة للجمعية الوطنية لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في تاريخ فرنسا العضو في الحزب الرئاسي حصلت على 242 صوتا أي على الأغلبية المطلقة من الأصوات خلال الجولة الثانية من التصويت ورحب وزير العلاقات مع البرلمان أوليفي فيران بانتخاب برون بفي قائلا أخيرا للمرة الأولى في تاريخها ستكون الجمعية الوطنية برئاسة امرأة لم تحل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا دون إقامة أسبوع الموضة في موعده لكن الحدث الذي كان يعد دوليا تحولا إلى محلي وشاركت فيه علامات تجارية روسية وبجدول مكثف لعروض أزياء تسلط الضوء على الثقافة الروسية يارا حسن أسبوع الموضة في موسكو الذي كان من المعتاد أن يكون دوليا تحول إلى حدث محلي بارز مستقطبا مئتي علامة تجارية من مدن مختلفة في روسيا تقدم مئة وخمسة وعشرين عرضا للأزياء بالنسبة إلى المواهب الروسية يعد أسبوع الموضة فرصة رائعة لعرض منتجاتها الجديدة وتحديد نمط المواسم المقبلة المميز هذا العام تنوع الأزياء المعروضة من شتى الخلفيات الثقافية الروسية زينب سعيدا لايفا مصممة الأزياء الداغستانية تتيح بعرضها إلقاء نظرة جديدة على عالم الموضة الإسلامية الذي يدمج الحشمة بأحدث صيحات الموضة الرسالة الأساسية من العرض هي أننا نريد عرض تبادل الثقافات بين المناطق الروسية وخصوصا بين داغستان والمناطق الأخرى أسبوع الموضة افتتح أيضا أسواقا لعرض قطاع الملابس والاكسسوارات للبيع ولم تخلوا هذه الأسواق من المشاركين الأجانبي الذين يسعون إلى إشغال شواغير العلامات الغربية التي غادرت الأسواق لا أعتقد أن ما يجري في السياسة يؤثر في عملنا وخصوصا أن أكثر العلامات التجارية شهرة مثل زارة وغيرها أغلقت الروس الآن ينتظرون علامات أخرى ونحن نعمل على إطلاق مجموعتنا في روسيا المصممون الروس يواجهون صعوبات متعلقة لحو رئيسيا بغلاء المواد وإيقاف الاستيراد وحتى بفقدانهم منصات التسويق المألوفة دول حلف شمال الأطلسي تعتبر في قتام قمتها روسيا التهديد المباشرة والأكثر أهمية لأمنها ثمة لقادة الدول المطلة على بحر قزوين في تركمانستان اليوم ولافروف يعلن اتفاقها على تعزيز التعاون العسكري الخارجية الإيرانية تؤكد استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن في الدوحة وتقول إنها تجري في أجواء جادة واحترافية الفلسطينيون يشيعون شهيد جنين ويدعون إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال ويتصدون لاعتداءاته في مدن الضفة للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدين دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين دوت نت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء